بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب وان هنبدأ سوا نحل ملزمة شهر فبراير ونشوف ازاي نحل الأسئلة زي ما متعودين بطريقة سهلة وبسيطة بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس ولايك وشير وكمنت على الفيديو وطبعا تنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام هتلاقوا اللينكات دي كلها ومعاهم لينك الملزمة بالإجابات بتاعتها في آخر الملزمة في الديسكريبشان بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو يلا بينا نبدأ حل ملزمة شهر فبراير زي ما شفنا منهج شهر فبراير المفروض معنا أول طول سونز من يونت وان فهم دول اللي شاملين الملزمة بإذن الله وبإذن الله اللي انتحان حيبقى سهل وبسيط مش عايزاكوا تقلقوا وهو حيبقى أثناء الحصة مش وقت الحصة كله يعني تبقى ربع ساعة كده مثلا من الحصة وحيبقى أربع أسئلة اللي هي التروز أو الكمبيت أو ترو فولس الأسئلة اللي بنسميها MCQ يعني وسؤال واحد بس مقالي ممكن يبقى جيف ريزون ممكن يبقى وات هابن وهكذا ممكن تبقى رسمة عندك مثلا أي سؤال مقال الملزمة دي زي ما اتفقنا شامل كل أنواع الأسئلة بحيث أنها تنفعنا في مراجعة فبراير وتنفعنا كمان في مراجعة آخر السنة للجزء ده من المنهج عندنا أول question بيقول لي choose the correct answer النumper of element اللي معروفة لغاية دلوقتي كام أكيد كلكم فاكرين النumper ده 100 بيقول لي all of these elements الألمنت دي كلها metal solid مع ده واحد بس اللي مش معينا الصوديوم متل وصولد ماجنيزيا متل وصولد ألمينيوم متل وصولد الميركري متل لكن ده كان المتل الوحيد اللي ليكويد طب تعالا كده نفتكر بالمرة حدوتة المتل والليكويد ده وكمان النumetal والليكويد أنا كان عندي كل المتل شكلهم solid except الميركري الوحيد اللي متل وشكله ليكويد أما النumetal كنا لقينا منهم الشكلين لقينا منهم solid ولقينا منهم جاز لكن لقينا برضو في الليكويد واحد بس كان اسمه برومين فخليك فاكر ميركري وبرومين اللي اتنين دول اللي تو ليكويدز الوحيدين الميركري الليكويد متل والبرومين الليكويد نumet طيب بيقول لي كل دول من البروبرتز بتاعت المتل except عشان خطري اقرأ الكوستن لآخره واقرأ لتشوزز كلها طيب المتل كنا اتفقنا في شوية بروبرتز فيه أول حاجة إن الأوتر مستي نرجي ليفل بتاعه عنده وان أو تو أو ثري وكمان جود كوندكتور للإلكتريستي وجود كوندكتور وميلابل ودكتايل يعني أقدر أغير شكل بتاعه لوير أو أغير شكل بتاعه لشيت طيب الحاجة الوحيدة اللي غلط عشان أقول الexcept بقى هي الباد كوندكتور هو ميلابل فعلا ودكتايل وجود كوندكتور للإلكتريستي وعنده وان أو تو أو ثري إلكتري لكن هو مش باد كوندكتور للهيت ده كان جود كوندكتور طيب بيسألني عن الأكسجن هو بيسألني عن الأكسجن بس يا شبيب مطلخ بطش نفسي الأكسجن كان من إيه من دول الأكسجن ده كان نون متل أخدناه في في الجزء التاني من الورقة بتاع النون متل اللي كان معاه كمان مين نفتكر كان معانا الأكسجن والنيتروجن والسلفر والفوسفرس كل الحاجات دي والكلورين كمان كل الحاجات دي كانت من النون متل طيب بيقول لي المنت ما قال ليش اسمه بس سأل لي إن الاتوميك نامبر بتاعه 12 ده يبقى من مين طيب أنا مش عارفة يميسمش حفظاهم طيب تعالى نشتغل أدي 12 يعني لما جي عمله الالكترونيك كونفيجوريشن هيبقى 2 8 2 الأوتر مست إنرجي ليفل بتاعه عنده 2 إلكترون 1 أو 2 أو 3 يبقى متل طيب لو كان طلع هنا 5 أو 6 أو 7 كان بقى نامبر طيب لو طلع هنا 8 كان يبقى نوبل طيب بيسألني عن القتل لما تعمل لوز لون إلكترون ساعتها تبقى اتفقنا إن المتل بيعمل لوز لون إلكترون ويبقى positive عكس النون مثل اللي بيعمل جين لإلكترون وبيبقى negative عين طيب بيقول لي بقى دورينج الكيميكار ريأكشن كان عندي ماجنيزيوم بتولف أهي لوز الأوتر موست إلكترون بقى اسمها إيه هي اسمها ماجنيزيوم بوزطر يعني إيه إيه بس أنهي أختار أنهي رقم البوزطف على أي أساس ياميس على حسب النومبر أوف إلكترون اللي حتعمل لها لوز يعني تو وإيد وتو اللي هي التولف دي فهي حتعمل لوز لتو إلكترون فحيبقى اسمها ماجنيزيوم بوزطر دو ده كمان أخدناها بعد كده لما تكلمنا عن الفيلنس وعرفنا أن الماجنيزيوم باي فيلنس يعني لوز تو إلكترون لما ييجي يعمل كيميكال رياجشن آه بيسألني عن الانلي نون ميتال اللي موجود في حالة الليكود راجعناه خلاص المفروض عرفته البرومين برافو عليكم باي كان عندي برضو واحد من النون ميتال هو آن ميتال وكل البروبرتز بتاعته نون ميتال بس كان عنده حاجة مشكلة واحدة بس كان كل النون ميتال باد كوندكتور أو إلكتوريستي مع دا أخونا دا مع انه نون ميتال لكن كوندكت الإلكتوريستي اسمه ايه اسمه جرافيت وممكن اسميه كاربون اللي اتنين نفس الاليمانت الاليمانت اللي اسمه الجرافيت او الاليمانت اللي اسمه الكاربون دا نون ميتال آه لكن الوحيد النون ميتال اللي جود كوندكتور للإلكتوريست طيب بيسألني عن النغative ion النمبر أوف بروتون بقى إيه للنمبر أوف إلكترون بالراحة كده القاتم عندي كان عندها positive charge قد النغative charge لما بقت نيجاتف آيون يعني يجين إلكترون يعني يبقى عندها نمبر أوف إلكترون أكبر من النمبر أوف بروتون يبقى النمبر أوف بروتون less than الإلكترون طيب كل دول negative iron except mean مش حفظاهم ياميس مش حفظاهم نعمل electronic configuration ده حيطلع 2 6 يعني non-meter ده حيطلع 2 8 7 non-meter وده 2 5 non-meter وده 2 8 3 هو ده المتر يعني هو ده اللي حيبقى positive iron مش negative iron بس زي ما اتفقنا المفروض ان احنا حوزنهم بالsimples بتاعتهم في lesson 2 بس بنشتغله عشان لو لا قدر الله نسينا واحد نعرف نكمل السؤال طيب بيسألني عن ال-nitrogen ده نفس الفكرة بتاعت السؤال بتاع الماجنيزيون من شوية ال-nitrogen ده 2 5 فهو عايز يعمل جين ل 3 electron عشان يبقى E فهتبقى ال-charge بتاعته فوقها 3 وهو جين فهيبقى negative 3 مش positive 3 السؤال بقى اللي بيلخبطكو معرفش بيلخبطكو ليه بس يقولك number of electron في ال-oxygen iron يبقى كام انت بتشتغل الاول ال-oxygen ده هو can 2 6 و-iron يعني جين 2 بقى عنده كام بقى عنده 10 زيه زي النوبل جاز ماهو خلاص وصل لشكل النوبل جاز لما بقى iron طيب حدوطة البوند بقى كان فيها كلام كتير انا كان عندي 2 types من البوند بوند اسمها ionic bond تحصل ما بين حاجة positive iron والتاني negative iron وفي positive ده حيعمل lose للالكترون وال-oxygen ده اللي هو النوغاتف حيعمل جين لنفس number of electron يعني لو الماجنيزيا من البوزطف ده lose 2 electron فال-oxygen النوغاتف ده حيجين 2 electron اما الشكل التاني من البوند اللي كان اسمها covalent bond ده ولا كان حد بيلوز ولا حد بيجين ده اللي اتنين بيعملوا مع بعض share وعلشان كده ما شوفناش المثل في الكوبيلانت الكوبيلانت اللي اتنين نانمت اللي اتنين بيعملوا share بنفس number of electron يعني لو انا مثلا oxygen وهعمل بوند مع oxygen تانية دي هتعمل share betoo والتانية هتعمل share betoo حدوتة الووتر بقى اللي مدايقكم الووتر ال-oxygen عايز يعمل share betoo لكن ملاقاش قدامه غير الهايدروجين اللي بي share one بس علشان كده share one electron مع الهايدروجينية دي وone electron تاني مع الهايدروجينية التانية فعمل two بوند بس كل واحدة فيهم اسمها single covalent bond كده ال-oxygen عمل اللي عايزه وshare betoo ال-2 والهايدروجين عمل اللي عايزه share betoo صوديوم كولورايد اول ملاقي واحد من المتل والتاني non-metal على طول اسمها ionic bond طيب بيقول لي كل دول اللي بيالك دي single برضو الهايدروجين بيعمل share بone electron والكلورين نفس الفكرة بone electron فيبقى single برضو covalent bond طيب بيسألني عن ال-element اللي most stable ولا بتعمل chemical reaction ولا بتعمل lose ولا gain حتى في الفيلانسي كان zero وفي الايون has no ايون حدوتة دي مع النوبلج نفتكر كمان الكمباوند عندنا كنا قلنا ان الطايبس بتاعتهم three types حاجة اسمها acid ودي اللي كان اولها positive hydrogen وحاجة اسمها base ودي اللي كان اخرها hydroxide group وحاجة اسمها oxygen ودي البارت التاني منها كان oxygen وحاجة اسمها salt ودي قلنا عليها ولا 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 عندها hydrogen ولا عندها hydroxide ولا عندها oxygen طيب كان عندي ما بين الاثنين دول ال-acid وال-base اقدر اعمل differentiate ما بينهم فحاجة اسمها lithium-up ال-acid يخلي lithium-up ال-red وال-base يخلي lithium-up paper blue acid ورد وblue مع ال-base هنا بيسألني ال-alkyl اللي هو ال-base dissolve في ال-water يديني مين قوعة تنسى ال-oh وفوقها negative واحدة بس دي كانت atomic group monovalent atomic group طيب السابستانس اللي ترن اللي تمس paper اللي red كل دول منهم معده واحد مش هيترنها او مش هيعمل لها turn to red ادي ال-H CL اول H يبقى acid H NO3 nitric acid اول H ايه ده ده مش اول H ده اخر H ايوه هو ده هو ده ال-base اللي حيخلي ال-litmus paper blue مش ودي كمان sulfuric acid طب علشان سؤال تسألي كذا مرة يعني ايه تاني mineral acid وايه هما ال-acid اللي has oxygen انا ده acid وده acid وده acid ده اسمه mineral acid اللي يسميناه mineral acid علشان ال-H مسكت في non-metal عادي جدا زي الكولورين ممكن برومين ممكن ايوديين وهكذا لكن ده ما بسميهوش mineral acid ده اسميه oxygenated acid او oxygen او acid contain oxygen اهي ال-oxygen موجود اهي فلما ييجي في ال-examble بيقولك ديني example على mineral acid برضو موجود في الملزمة حدو تتجي في example دي mineral acid عندك ال-HCL طيب acid has oxygen nitric acid ينفع sulfuric acid حينفع برضو طيب نكمل كلامنا ونشوف بيقولي لما non-metal gain او share two electron يبقى الفيلنس بتاعه become two electron يبقى die valence طيب الفيلنس بتاع الفيرس افتكر iron اتفقنا ان ليه two valence two وthree وقلنا مش هيقعد يكتب لك ده two ولا three ممكن يكتب لك اسمه وقلنا الفيرس two فيرك three فيرس ده die valence والفيرك ده الشكل التاني منه هو ده اللي try valence طيب بيسألني عن ان كل اللي جايين دول non-metal وعندوهم more than one valence نفتكر كده انا كان عندي في المتال اللي عندوهم اكتر من valence كان الكوبر والاير كوبر one وtwo والاير two وthree طيب والnon-metal النون-metal كان عندي السلفر كان بيحب الايف النمبر two four وsix والنيتروجين والفسرس كانوا بيحب القود نمبر three وfive مين من دول ما قلناهوش الكوبر الكوبر ياميس لسا ايلينو اه ده من المتال هو بيسألني نون-metal وعندو more than one valence الفوسفرس والسلفر والنيتروجين نون-metal وعندوهم more than one valence الكوبر ده عندو more than one valence بس مش نون-metal ده طيب الفيلنس بتاع الارجن او النيول اي نوبل جاز الفيلنس بتاعه لسا ايلين بزيف طيب حدوطة الاتوم دي حتلاقوها مش متكررة كتير في اللي تشوز انا حبيت بس شكلها ازاي في اللي تشوز لكن جايبه لكتبه الكامل حل عليها الnumber اف اتم في الامونيوم نايتريت مثلا ايكوال كام لو سألني عن النامبر اف اتم او النامبر اف ايليمنت فأي كومباوند اول حاجة اعملها اكتب اسمه سنكتب اسمه صح امونيوم ده اسمها NH4 نايتريت اسمها NO3 الفيلنس بتاع الامونيوم بوان مش حكتبه والنايتريت بوان مش حكتبه تعالوا نعد الnumber اف اتم اتم يعني الاسامي اللي اخدناه انا عندي اتم اسمها نايتريجن اتم يعني كل الاتوم اللي موجودة دي ايه انا عندي واحدة نايتريجن اهي وعندي فور هايدريجن اهم وعندي كمان واحدة نايتريجن وعندي كمان ثري اوكسجن كونت كده بقى واعمل قديشن وشوف هيطلع لك اذي فايف واذي فور يبقى النامبر بتاعنا ناين اتم طيب لو فرضنا ان سؤالني في نفس السؤال ده وبيقول الاليمنت عنده كم اليمنت هشوف السامبل اللي انا عارفاه انا عارفة ان دي نايتريجن اتش دي الهايدريجن او دي وزي ما قلنا عندك كتابه الكامل جرب نفسك وحلي فيه الاسئلة دي بيقول النايتريت والنايتريت اللي اتنين اللي اخوات دول اللي اتنين اتوميك جروب كانوا ديفرنت في ايه مش في الطيب اف اتم لان واحدة اسماها NO3 اللي هي النايتريت والنايتريت NO2 اللي اتنين عندهم نايتروجين واكسجن ودي نايتروجين وكسجن فهي مش الطيب اف النايتريت اللي اتنين اللي تشارج بتاعتهم نيجاتي واللتنين اللي تشارج بتاعتهم نيجاتي فولا الفيلانسي ولا الطيب النمبر اف اتم دي عندها واحدة NO3 اوكسجن يعني 4 اتم لكن دي عندها واحدة NO2 اوكسجن يعني 3 اتم فالي اختلف ما بينهم شكل تاني من اللي تشارج يجيب لك الكولوم ندعو نختار ميم معي هنا الحدوتة سهلة ده الاسم على طول بتاع الاتوم دي طبعا اسمها فوسفيد لو سمحت وانت بتحل الكوستشن ده ما تعملش كده ليه يا ميس علشان وارد ان يحصل زي ما حصل دلوقت الخط جيه ما بين ال two lines اوه ما بين بي وما بين المصحح مش هيخمن انت بتختار ايه حنكتب الحرف جنبه او نكتب تحت كده وان معاها كذا وطو معاها كذا وهكذا ادي ال دي كان اسمها فوسفيد جروب ادي الهايدروكسايد جروب احنا ممكن اصلا نحلها ونجرب نفسنا كده من غير ما ايه منبوس ودي الكاربونيت واختها ايه الباي كاربونيت الفرق ما بينهم ايه تشوح كاربونيت دي نعم بر ايه ادي الان او ثري لسه ايلنها نايتريت واختها هي نايتريت ادي النايتريت ايه دي اسمها صل فيت ودي زي ما قلنا باي كاربونيت ودي النايتريت اخت النايتريت اللي قلناها نايتريت سي ودي الجروب اللي اسمها امونيوم جروب ودي كانت الجروب الوحيدة اللي بوزط بص كلهم نايتريت دي جروب الوحيدة اللي بوزط يعني لو حتجيلك في يعني لو حتجيلك في كيميكال فورمولا حيبقى اسمها في الاول حيقولك امونيوم وبعدين يقولك البي لكن التانيين كلهم في الاخر حيقولك سوديوم باي كاربونيت ماجنيزيوم سالفيد لكن حيقولك امونيوم كولورايد مثلا طيب ممكن يجيب لنا برضو الشكل ده ليه حبيت اجيب ده علشان انتوا للأسف بتحفظوا الاسم والكيميكال نيم والكيميكال فورمولا وتنسوا الكومن نيم السوديوم هيدروكسايد اللي انتوا اكيد عارفين ان اسمه NAOH ليه اسم تاني وهو الكوستيكسود يعني وان معاها ا معاها من هنا بي طيب والتيب والسولت ده اسم السوديوم كولورايد السوديوم كولورايد اللي هو السيدة اسمه NACL واسمه اصلا الكومن نيم بتاعه table salt الملح اللي احنا بنحطه على اكلنا ده اللايم ووتر ده اسم التاني او الكومن نيم بتاع الكالسيوم هيدروكسايد واسمها CAOH2 دي اللي هي C طيب كمان شكله ليه بقى جايبين ده عشان حدوتة السولت اللي ديزولف في الووتر واللي ما بتعملش ديزولف في الووتر انا كان عندي من السولت ستو طيب طيب من السولت بيعمل ديزولف في الووتر زي السوديوم سالفايت ال NA2S وزي كمان السوديوم كولورايد وكان عندي جلوب تاني دازنت ديزولف اي نوتر زي الليد ايودايد والسيلفر كولورايد مثلا فيبقى نامبر 2 دي اسمها سي ومن الكولومسي نختار ايه اما الليد ايودايد ليد اسمه بي بي والايودايد اي فيطلع ده الانسر بتاعنا دي ومن هنا نختار دي برده طيب ايه البقيين أسد اللي هو السلفوريك أسد وبوتاسيوم هايدروكسايد السلفوريك أسد اللي هو H2SO4 وده هيعمل ايه ده سيليوشن وليتماس بي برن السايلين أسد يبقى رد تمام والبيز يبقى بلو ده البوتاسيوم هايدروكسايد اللي هو الكي و H وده هيعمل تورن للليتماس بيبر ويخليه بلو نشوف كمان شوية كده من التروفولز يسألني مثلا ويقولني الأتم في الأكسجن موليكيول كل أتم شير بتهو إلكترون ايوة صح كلام ده حصل خلي بالك علشان الأكسجن مش لازم كل مرة تعمل شير هي مع المجنيزيا مثلا ما عملتش شير دي عملت جين علشان هيجي لك كوستشن برضو في الكمبليت مثلا ويقولك الحدوتة دي الأكسجن مع المجنيزيا ما عمل إيه لتو إلكترون أما مع الأكسجن موليكيول اللي هي الأكسجن التانية يعني في الأكسجن موليكيول عمل إيه للإلكترون مع العيونيك كومباوند عمل جين للإلكترون لكن في الكوبيلنت عمل شير للإلكترون طيب بيسألني مثلا عن الموليكيول أوف صوديوم صالفيت فيه ثري ديفرنت أليمنت زي ما اتفقنا هنكتب الأس آدي ن إيه أس أو فور وتاني ستب نشوف الفيلانس الصوديوم بوان مش هكتبه الصالفيت بتو تكتب تحت الصوديوم طيب ده فيه ثري أليمنت في أليمنت اسمه صوديوم واحد اسمه السلفر واحد اسمه أوكسجن أيوة فعلا فيه ثري طيب الكيميكال فورمولة بتاع الكالسيوم كاربونيت سي اي سي أو سري صح طبعا ليه ليه ما حطيناش الفيلانس بتاعهم علشان اللي اتنين الفيلانس بتاعهم بتو فولا حطينا تو هنا ولا حطينا تو هنا طيب الألمينيوم صالفيت بقى اللي بي لخبطنا ما عرفش ليه ايه دي الألمينيوم ودي الصالفيت الصالفيت الفيلانس بتاعها تو تكتب تحت الألمينيوم والألمينيوم سري تكتب تحت الصالفيت يعني كاتب لي الاسم كله صح ومغير لي الفيلانس يهم اللي غلط السنتنس طبعا فولز طيب اس أو تو ده السيمبل أوف سوديوم أوكسايد لا 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 ازاي سوديوم اسمها ان اي او وبعدين اشوف الفيلانس يطلع ن اي تو هو ده السيمبل بتاع السوديوم أوكسايد يفكرني ويقول لي ان الكاربون ده الانلي نان متال اللي كونداكت الالكتريستي هقول فعلا الكلام ده صح طب السيلفر كولورايد ووتر صوليبل لا 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 والسوديوم كولورايد ان صوليبل لا ما حصل شكده عكسنيه السيلفر دي كانت مع الان صوليبل والسوديوم كولورايد دي كانت في الصوليبل طب الووتر البوند اللي فيها دي ايونيك بوند طبعا الكلام غلط احنا عندنا في الووتر تو سينجل كوفيلانت بوند حنوقف لغاية هنا والمرة الجاية حنحل باقي الملزمة بإذن الله وكمان حنشوف التيبل اللي بقول لكم عليه والأسئلة اللي ساعت بتلخبط اللي هي الطيب وف اليمانت ايه ونعمل بقية الكلام ده كله بإذن الله في الفيديو الجاي ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة